موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء الراي وضيفنا اليوم الدكتور إبراهيم الرجدان الأستاذ في جامعة الكويت أستاذ القلب واستشاري القلب وقصطرة القلب المتداخل حياك الله دكتور إبراهيم يا هلو سهل أخي محمد ومشكورين للإستضافة العفو دكتور نبدأ وياك يعني أنا ما بيتكلم بفنيات كثر ما هي يعني نبدأ نتكلم في صلب مجالك للفائدة العامة للوزارة ونبدأ نتكلم عن موضوع وضع الوضع الطبي في الكويت كيف تقيمه؟ الوضع الطبي في الكويت طبعا لابد أن نعرف أن فيه آلية ضخمة جدا وزارة الصحة آلية ضخمة جدا وفيه هناك جنود مجهولين يعملون لو لها الجنود المجهولين هذي لما يعني رأيت الآلية هذه تعمل فيه هناك كثير من الزملاء والأطباء المتميزين في صارح الوزارة لكن ما ينقصنا طبعا ينقصنا التيمورك الفريق الفرق العمل اللي تحط إيد هبيد بعض وتطلع لأن احنا ندري بالمجال الطبي في أي مجال لا بد يكون فيه فريق عمل وليس أفراد نحن للأسف في الكويت اليوم يعني فيه أطباء مميزين يعني تسأل اليوم المريض لما يروح إلى المستشفى يسأل أهله يسأل أقاربة يسأل طبيب يعرفه من أروح عنده أي دكتور أروح له ما يقول أي مستشفى أروح فهمت عليه؟ يعني إذا بيروح إلى المستشفى لازم يسأل عن طبيب يثق فيه لأن إحساسه أنه إذا وصل إلى أحد غير الأطباء الموثوق فيهم أشخاص معينين حيكون وضعه مو جيد إحنا كأطباء حريصين على وضع الصحة وضع الجهاز الصحي والهيلث كير بشكل عام بالكويت ما نتكلم عن اليوم تكلم عن عشر خمستاش عشرين سنة جدام نحب أن يكون الوجهة المستشفى أعطيك مثال يعني اليوم المريض مرضى كثيرين يسافرون إلى أوروبا مثلا أوروبا يعني بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا إحنا نخاف عليهم لازم نثق ناس معينين روحوا لهم ناخذ بالمقارنة الولايات المتحدة مثلا كليفلند كلينك يعني إحنا لما الفرق بين الزائر إلى بريطانيا أو الزائر إلى كليفلند كلينك كليفلند كلينك ما يحتاج أوصيه على دكتور ليش؟ لأنه صار فيه منظومة صحية يعني صار فيه سيستم متكامل ما يهم المريض يروح منه لأن السيستم هو السيستم موجود السيستم يبعد الطبيب اللي ياخذ يعني كل الكريدد حق نفسه تبي أنت الكريدد حق المجموعة الفريق العمل أعطيك على سبيل المثال مايو كلينك مايو كلينك في روشستر منيسوتا معروف لدى الكثير من الكويتيين وكثير من الأسر الكويتي تتعالج في المايو كلينك مايو كلينك طبعا الكثير ما يدري عنه أنه مستشفى خاص هو الآن من أكبر المستشفى المرموقة في الولايات المتحدة وبالخص في ما يتعلق في أمراض القلب مايو كلينك اسمها مايو لأن عائلة مايو هي اللي بنت المستشفى قبل أكثر من 100 سنة وكانوا أخوان برادرز يعني مايو برادرز هذين اللي بنوا المستشفى لما بنوا المستشفى أصروا على إيجاد فريق العمل إيجاد روح التعاون بين الطباء وكانت حادثة مشهورة في 1960 هذه حادثة مشهورة جدا عند فريق العمل كان عندهم جراح مشهور على مستوى أمريكا جراح مشهور وجراح شاطر جدا جراح شاطر جدا الجراح الشاطر جدا هذا أصبح الناس تتيلة حق اسمه من كل أمريكا أيون حق الشخص هذا طبعا اغتر وحس أنه وهو مايو كلينك الجراح هذا حس أنه وهو مايو كلينك فجو الميو برادرز قاعدوا معاه قالوا له أنت يا استاذ يا جراح مشهور وإحنا شاكرين لك على جهودك معانا وعطوا الكلام الحلو قالوا له بس أنت ما لك مكان في ميو كلينك إحنا نستغني عن خدماتك لأنه كان يعني يخلي روح العمل الفردي شخص واحد يطلع فطلعوا من المكان هذا وأصبحوا في فريق العمل طلع تكاتف الأطباء مع بعض أيضا من بعض القصص المشهودة وهذه زملاء أنا أعرفهم شخصيا يعني كان أحد الزملاء في ميو كلينك أيضا كان مشهور في علاج هبوط القلب أو مراض الهارت فيلي رح نسميه القلب ضعيف جدا وكان متميز في الشغلة هذه وكان يشتغل في ماونت سايناي في نيويورك انتقل من ماونت سايناي إلى ميو كلينك فلما انتقل أول ما اشترط على ميو كلينك أني أنا بنتقل عندكم أسأبي منكم شغلة وحدة مرضاي أنا عندي مرضى وايد ولي شعبية كبيرة مرضاي حيوني أنا هنا وأبي إذا يول مرضاي يشوفوني أنا طبعا هنا قالوا لا لأن الميو كلينك مبني على أساس فرق العمل على أساس المؤسسة وليس الفرد وفعلا الأشخاص هذين قدر لهم وقت لما تعلموا العمل المؤسسي يروح التعاون طيب هذا وين مقارنة بالوضع الكويتي هل يفتقد الوضع الصحي الكويتي إلى فرق العمل أم أن روح الفردية طغت على هذا الهيكل الكبير هو روح العمل هو شوف إيجاد فرق العمل تعني فيه التفاني تعني فيه عدم الأنانية في العمل ما فيه أنا فيه فريق يعني فيه هناك فرق عمل تعمل بوزارة الصحة وإلا لما كان هذا الصرح ماشي يعني فيه ناس تتعالج بالكويت يعني فيه فيه ناس تتعالج فيه أمراض قاعدت تعالج فيه فرق عمل وعندنا طبعا الكثير من الفرق العمل فريق أنا ودي أخصه بالذكر بعيد عن كل الأضواء بعيد عن كل يعني الأهداف الغير حرفية مهنية فريق علاج صمامات القلب تافي تافي تيم تافي تيم اللي هو علاج زرع الصمامات عن طريق القسطرة هذا فريق أنا أتشرف أن أكون عضو بهذا الفريق هذا فريق يعمل منذ أكثر من سبع ثمان سنوات بصمت وقدر الفريق أنه يحقق نجاحات كبيرة في علاج كثير من أمراض علاج زرع الصمام عن طريق القسطرة بالكويت ودون أي خبرات أجنبية بروح مكلم كويتين مكلم كويتين لازم نخص بالذكر أخوي الدكتور خالد المري وأخوي الدكتور خالد بروسلي وأنا أتشرف أن أكون عضو من الفريق هذا فريق بعيد عن كل الأمور الأخرى قدرنا والحمد لله بسواعد كويتية خلق الفريق هذا اللي يعالج اليوم مرضى كويتين قد يكون في كثير من الدول ممكن ما تعالجهم طيب من أسس الفريق هذا دكتور طبعا الفريق هذا طبعا تقول لي الفريق كيف يتأسس الفريق أو كيف تأسس يعني هو المشكلة يعني حل إيجاد فرق العمل في علاج أمراض معينة أول شي لازم يكون فيه التفاني بالعمل ونكران الذات لأن الجملة اللي معاك أول ما يشعر بأن فريق العمل المقصود فيه جني الفائدة الشخصية أو ما يسمى بالسكندري جين يعني عندك فائدة ثانوية تحتاج أن تحصل عليها هذا يحطم فريق العمل ما فيه شخص واحد يبرز الكل يعمل في هذا الفريق من أجل مصلحة المرضى من أجل مصلحة الكويت من يبني هذه الفرق طبعا ما فيه شك الوزارة قد تكون لها رغبة في إيجاد فرق عمل كثيرة في الأمرجنسي في غيره في غيره في غيره ولكن فرق الأمل الحرفية المهنية لما تتواجد بدون نوازع شخصية هذا الفرق الناجحة وهذا اللي حصل الحقيقة في الصدري يعني هذا الفرق وانشعت من أكثر من يمكن ثمان تسع سنوات طي دكتور يعني الآن وضع وضع الصحة يعني هل إحنا نعاني من أزمة قيادة إذا الوزارة ما هي قادرة تشكل فرق عمل ناجحة تدير هذه الوزارة المترامية الأطراف أين الخلل؟ هل الخلل فيه قيادة الوزارة أم أنه الخلل في المجاميع اللي هي معارفة تجمع نفسها؟ طبعا الخلل كبير والشيق عود على قولتهم نبي نناقش هالشيق يعني هو صعب حل في خلال ساعة يعني نحتاج ساعات كثيرة ولكن أقدر أقولك شغلة وحدة يعني إحنا في وزارة الصحة الآن في ما يسمى ب رؤساء الفرق الفنية رؤساء الأقسام رؤساء الأقسام بالكويت سنتين في عندك مئات الأقسام في وزارة الصحة في مستشفيات مستشفيات يكفيك أنك تمر على منطقة الصباح الصحية لتجد يعني عشرات بل يعني الكثير من المستشفيات يعني يكفيك بس المنطقة هذه تشوف الصباح الصدري النساء والولادة السرطان الحروق الكلة البحر السمع زين الأطفال يعني يكفيك بس تعدد المستشفيات هذا عشان تعرف كيف الآلية ضخمة جدا الآن كل مستشفى في عدة أقسام عدة أقسام وكل قسم يعني لازم يكون هناك شخص قيادي يحمل صفات قيادي يعني رئيس قسم رئيس قسم يعني هو رئيس قسم فني يعني شيء فني بحت جدا جدا فني يعني رئيس قسم القلب رئيس قسم جراحة القلب رئيس قسم الشعاء رئيس قسم أقسام مختلفة اليوم اللي يصير أنه فيه يعني بمعنى جميع يختار رؤساء الأقسام مع احترامي وتقديري طبعا لزملائنا القيادين في وزارة الصحة إنما يكون قيادي في وزارة الصحة يختار جميع الأقسام ورؤساء أقسام في جميع المستشفيات المترامية الأطراف هم في معايير للاختيار؟ معايير للاختيار طبعا أنا مش عارف إيش معايير للاختيار لأنه في معايير للاختيار طبعا ما في شك ولكن فيه هناك أيضا أمور كثيرة تصير في الدهاليز وفي أوقات تشكيل رؤساء الأقسام يكون فيه هناك الكثير من الحركة في وزارة الصحة رايح وفطات فهذا أنا أقول أن الحل طبعا ما نقدر نقول نحط آلية إنما الحل بسيط الحل بسيط جدا حقيقة لا يوجد إنسان بإمكانه أن يعرف يعني التفاصيل الفنية لكل هالأقسام في كل هالمستشفيات المترامية مثل أطراف دون أيضا زيارة يعني لهالقيادين كثير من القيادين ما دخل المستشفى هذا وهو اللي يحدد ويلعب في رقعة الشطرنج ما يقدر ما يمكن لا يمكن فكيف الحل؟ الحل وإحنا ناقشنا الحل هذا مرات كثيرة يعني مع كثير من الوزراء لابد من إعطاء المستشفيات الذاتية يعني الـ Autonomy يعني بمعنى المستشفى أدرى في وضع الزملاء لازم نعطيهم مسؤولياتهم ولازم نعطيهم إمكانياتهم لإدارة أنفسهم يعني أنت تتيحق مستشفى المستشفيات زين؟ المستشفى مثلا نأخذ على سبيل المثال المستشفى الصدري مستشفى الصدري اليوم يعتبر حقيقة صرح مفخرة للكويت حقيقة يعني ليس مفخرة للكويت أنا مفخرة لمنطقة الخليج كلها من ناحية عدد المرضى اللي يتم علاجه في مستشفى الصدري يعني اليوم على آخر الإحصائيات اللي أنا أعرفها في مستشفى الصدري يتم إجراء عملية القسطرة لأكثر من 2400 شخص لذجر الدعمات 2400 أملية سنوية مقارنة في كثير من المستشفى أنا كنت قبل فترة قصيرة في أوروبا بكوني أنا عضو في أحد المؤتمرات العالمية وأيضا مؤتمرات الإقلمية فنجتمع مع كثير من الجملة في أوروبا وفي أمريكا وكذا في اجتماعات ضيقة جدا لتحديد برنامج المؤتمر العالمي أسألهم عن حجم العمل مستشفيات مرموقة جدا وكبيرة جدا تتعجب حجم العمل لكثير من المستشفيات المرموقة جدا نصف الصدري نصف الصدري الآن مستشفى الصدري في إجراءة لأمليات القلب يعني مستشفى كبير ومرموقة أتي الآن ميزانيات الموجودة ميزانيات ضخمة جدا ميزانيات المواد الاستهلاكية ميزانيات رواتب الفنيين الإداريين يعني شو المشكلة أن الوزارة تقوم بإعطاء المستشفى الذاتية في استخدام طبعا وجود الوزارة لازم وجود الشرافي أن المستشفى المستشفى طيب أنا اليوم باستطاعتي أن أشتري جهاز سعره مليون دينار مليون دينار يعني إذا كان شيء يعني فعلا يستحق المريض أن يبقى ما في مشكلة بشوية يعني تسهيلات تسهيلات مليون دينار جهاز يبته أو أكثر أنت الآن محتاجة تيب زميل طبيب يعني تحتاجه لخبراته ما تقدر يعني اليوم ما نقدر نجيب أطباء إلى الكويت لأن الرواتب الحكومة محدودة فيه سقف محدود ما تقدر تمشي عليها لايحة ما تقدر تعداها طبعا يعني أنت عندك اليوم أنا قبل فترة كنت أحد الزملاء في مستشفى في مستشفى دبي كلمني قال لي دكتور أبيك إذا تسمح أتيب لي طبيب نبي طبيب يكون رئيس لقسم القلب قلت له أنا حاضر أنا عندي زملاء كثير بأوروبا ممكن أيبلك رجاء شنو الراتب يعني هذا أول سؤال حيسألني زميلة شنو الراتب اللي تبي شنو الراتب ممكن تعطونا إياه قال نحن نقدر يعني مئة وعشرين ألف ومئة وخمسين ألف ترهم بالشهر غير الفوائد وغير يعني الإمكانيات الأخرى اللي هو السفر والسكن والسيارة يعني عشر ثلاثي نار يعني أكثر يعني فأنا طبعا سألت أحد الزملاء في أوروبا وفعلا قال لي إن شاء الله أنا ودي أي لأنه في أوروبا عمره 64-65 ما قدر يشتغل فكان لرغبة أني يشتغل في دبي فكلمت قلت له والله قاعد يفكر ريال يعني يقول عسى بس ما قلت تعلم معاش قلت له هالكلام المبلغ اللي أنت عطيتنيها كلمتك قال لي لا أنا أتمنى أنه ما قلت له أنا مستعدين نزيده من هو كان الشخص هذا؟ مدير المستشفى ما كان وزير الصحة ولا القائم أنا ما أقول هذا النظام فقط في دبي يعني إحنا لش المانع أن مدير المستشفى أو الطاقم الإداري في المستشفى وزملاء الموجودين دي كلهم الإمكانية في استقدام من يرغبون في خدماته وخبراته أنا أنا يعني أبطلع فاصل عشان لا تركب لي دعامة قلب فاصل مشاهدين أنواصل دكتور وقفنا عند موضوع أن ليس هناك حرية للمستشفيات في تحديد إدارة تخصصاتها الفنية وذكرت مثال على دبي فإحنا عندنا أزمة الآن في موضوع تسيير الأقسام الفنية في الوسارات صحيح؟ أكيد طيب الخطوة الإصلاحية لهذا الأمر وين تشوفها؟ يعني شوف أنت خلنا نطالع المستشفيات العالمية يعني أنت مستشفى خنقول إحنا اشتغلنا في كثير من مستشفيات على مستوى العالم من زين تأتي لما يكون قسم اجتمع القسم يبون يخطون خطوة يعني قفزة نوعية وهم ممكن يحددون يبون رئيس قسم من الخارج يقول أنا يعني أنا أذكر في كثير من أقسام إحنا أوكي ضعاف في مسألة بحثية ضعاف في مسألة علاج جزء معين ضعاف في موضوع القيادة القفزة نوعية فنحتاج إلى مثلا رئيس قسم ممكن يكون رئيس قسم من الخارج القسم يجتمع في المستشفى أو كان في الجامعة ويقدم على هالخطوة يعني الإيجابية لتغيير الوضع الحالي فهمت عليك فيه هناك طبعا ضغوط كثيرة على وزارة الصحة الضغوط هذه يعني تحد من اجراء الأمور الفنية بصورة صحة مثل الضغوط من وين؟ طبعا مجلس الأمة مثلا لا أكيد هذا شيء واضح لديك للكويتين يعني نأخذ بيسألة سبيل المثال العلاج بالخارج العلاج بالخارج من ضمن الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة علاج بالخارج شنو أهمية العلاج بالخارج؟ شنو فترة العلاج بالخارج؟ إحنا إشكالية العلاج بالخارج إحنا التخصصات اللي يتعالج هالأمراض الكانسر وغيرها مو موجودة في الكويت مو صحيح مو موجودة اللي قدر تعالج من الكويت أنا أقول لك العلاج بالخارج الفكرة في إذا أنت كوزارة صحة تفكر بطريقة اقتصادية صحيحة تقول علاج بالخارج فكرة إيش؟ فكرة العلاج بالخارج أنه إذا كان هناك مرض نادر جدا يحصل في حالات نادرة يعني إحنا شعب الكويتي يعني محدود نقول مليون مليون ونص مليونين مع الوافدين يعني ما نوصل أربع ملايين فبعض الحالات تصير مرة أو حالة بالمليون حالة بالخمسمة ألف هذه الحالات تحتاج إلى آليات معينة تحتاج إلى جهزة معينة أنت اقتصاديا وفنيا وخبرة مو من العقل أنك توجد آليات ضخمة لعلاج حالة واحدة بالمليون بالسنة فتقول الأفضل أن الحالات هذه نوديها إلى جهة أخرى لها خبرة ماذا؟ ولكن هذه الحالة الأكستريم الصحيح للعلاج بالخارج يعني صار ليش صار العلاج بالخارج؟ سياحي أنا علاج بالخارج سياحي لأنه للأسف صار علاج سياحي للأسف لتدخل أخواننا نواب مجلس الأمة طبعا هو هم نواب مجلس الأمة عن حسنية أنا أعتقد يعني برا بمنتخبينهم جدا تراك يعني كان تبريرهم كيوت لا لا أنا أنا قاعد أحاول يعني نشوف لهم عذر في الموضوع حالي ولكن هم أخطأوا في الشهر دكتور تدري كم نسب تكلفة العلاج بالخارج؟ أنا إياك الحين تكلفة العلاج بالخارج يعني في 2016 نعم في السنوات الأخيرة كلفت أكثر من 800 مليون دينار نعم 800 مليون دينار مبلغ ضخم جدا بس أساس أقارن لك مستشفى الصدري اللي قبل شو تكلمت عنه أني قلت أنه يجري 2060 مت حالة قصطرة معقدة كم كلف؟ طبعا كان تكلفة بتبرع من اتحاد الجمعية التعاونية وأنا كنت من الناس اللي كنت يعني تشتغل على الأمر وفي اللي جان تجهيز المستشفى وفي اللي جان تصميم المستشفى تكلفة المستشفى بالكامل 15 مليون دينار يعني 15 مليون دينار كم مستشفى صدري كنت ستبني في 800 مليون اللي صرفت وراحت هباء منثورة في خلال سنة واحدة 800 مليون دينار تكلفة المستشفى كلها 15 مليون؟ تكلفة مستشفى الصدري 15 مليون دينار وموجودة بالأوراق ومحطوطة باللوحة اللي محطوطة جدام المستشفى حق اللي ما يصدقني تكلفتها دكتور تقصد التشغيلية لا تكلفت بناء المستشفى بناء المستشفى تكلفت بناء المستشفى الصدري اللي في عدة غرف عمليات في عدة غرف غسطرة في غرف جميلة طلع البحر كل هذا 15 مليون يعني إذا عندك 800 مليون كم مستشفى صدري كأحة ابني كل 100 مليون فيها كم فيها تقريبا سبع مستشفيات سبعة في سبعة يصير فوق الخمسين مستشفى بنيت في مصاريف سنة واحدة العلاج بالخارج الآن خلنا ننظر العلاج بالخارج كيف ممكن نحلها العلاج بالخارج الآن شنو تابعاتها الفنية وتابعاتها للمستقبلية تابعاتها الفنية هو الشيء احنا محرجين جدا إلى أبعد درجة كأطباء كوتين احنا ندرس بعض الزملاء في أوروبا ندرس بعض الزملاء في الخارج ونشارك في كثير من الحلقات العلمية يشألوننا ايش ساير عندكم بالدير انتم وين آيشين يعني ان الناس من الكويت ما فيهم شيء هل ما اقول ان الكويت والآلية الصحية بالكويت لا تستطيع علاج هالمرضى اللي ما فيهم شيء اذا ما في شيء ما يتعالجي عليك نور اول مرض بسيط يعني مرض بسيط عادي يعني برونك الآزمة يعني شغلات بسيطة ناس تعالج تروح للخارج للعلاج طبعا احنا ليش نروح بقيت ناخذ كلمة صاحب السمو صاحب السمو بعد في قبل اشهر يعني قليلة قالها بصريحة العبارة ان العلاج بالخارج مشكلة كبيرة لا بد من تداركها نزين احنا كناس مقتصين او مهتمين بالامر الصحي اشتوينا في الموضوع هذا خذ على سبيل المثال الاخوان او الاخواننا في مجلس الامة لما يعني ضغطوا على الوزارة لتسهيل امور بعض الناس للعلاج بالخارج وكلهم تصيرون بالصيف يعني كله العلاج بالصيف المرض يصير بالصيف ليش بالصيف لانه مو عقيقي مو عقيقي الان شين يصير اللي يصير طال عمرك ان اول شي صورتنا احنا كطبة في الخارج صورة جدا سيئة اثنين انت عملت بوزارة الصحة انا كعامل فني او مهني في وزارة الصحة حرص على ايش حرص الاول على زيادة ثقة المواطن في العلاج بالكويت والحمد لله قدرنا نحصل على ثقة المواطن اليوم كثير من المواطنين الكويتين حتى ليكون مقتدر يكون بالخارج يرجع الكويت علاج القسطرة وهذا احنا نفتخر فيه ونعتز في مرضان اللي يسوون شيء هذا في مرضى كثيرين راحوا للخارج لم يتم علاجهم لصعوبة الحالة ورجعوا لكويت تم علاجهم بالكويت وهذا واقع الآن انت لما تعمل علاج بالخارج تهز ثقة المواطن في العلاج بالكويت هذا القناة رقم ثلاثة ما الوقت شي يصير عندك عندك ثقافة ان انت تقول احنا بالكويت ما نقدر نعالج الحالات الصعبة وحالات المستعصية وهذا اللي دارج يعني بين الناس ان لا تسوي شيء بالكويت روح بره وهذا غير صحيح هذا غير صحيح يعني كثير من الناس اللي يسمعوننا اليوم يعني سواء مرضى ومراجعين عندنا يدرون بكل حقيقة ان كثير من حالاتهم ومن أسرهم كانوا في الخارج وتم علاجهم بالصورة خاطئة انزين ودائما يعني الناس لانثقة موجودة الحمد لله فايتصلون فينا ونحن نحاول نقول لهم ديروا بالكم ترى العلاج هذا خاطئ طبعا في جانب آخر في جانب آخر احنا كأطب كوتيين عارفين بالوضع الصحي للمرضى نخاف عليهم من العلاج بالخارج نخاف على مرضانا ليش نخاف على مرضانا لأن المريض لازم يعرف شي واحد المريض اللي يروح للعلاج بالخارج انت عندك فاتورة مفتوحة فاتورة مفتوحة يعني كثير من الدول الآن أصبحت تمارس التجارة طب التجاري فاتورة مفتوحة المرضى اللي يأيين من الكويت أو من الخليج هذين المرضى ما عليهم رقابة مالية رقابة طريقة العلاج يعني انت عندك انت كدكتور مثلا تشتغل في أوروبا وغيرها يعني لك فيه شغلات تحدك أشياء تسويها أشياء ما تسويها هذه المرضى اللي اللي مدعومين بالنظام الصحي في البلد بس إنما المرضى اللي يأيين من الكويت ما عليهم رقابة فأنت كدكتور تسوي اللي تبي فهذا فيتعرض كثير من المرضى يتعرض مشاكل يعني كثير من المرضى كنا بنعالجهم سبحان الله يهي واحد يقول لي طلعك بره يطلع بره ويتعرض لمشاكل ويرد يتعالج من الكويت إذا رجع صاحب إذا رجع صاحب أنا بكمل وياك دكتور إبراهيم ولكن بعد الفاصل فاصل مشاهدينه نواصل دكتور إبراهيم وقفنا عند الآثار السلبية للعلاج بالخارج ويعني قلت أنك ما تحبذ أن أي أحد مثلا يروح بره لأن العلاج متوفر بالكويت إلا الحالات النادرة طبعا إلا الحالات اللي يستوجب علاجها في الخارج وهذه طبعا أنا ودي أحيي أخوي مع الوزير الصحة دكتور جمال الحربي وتمنى للتوفيق لأنه كان لبادرة طيبة حقيقة في تنظيم العلاج بالخارج وأرجو أن هذا يطلع لحيز الوجود يعني متأكد أن دكتور جمال وزير الصحة يعني لاحظ أن المشكلة هذه تحتاج إلى حل ولابد من وجود مصطرة نمشي عليها كلنا ولابد من يعني أعتقد الحل الأمثل للعلاج بالخارج إبعاد نواب مجلس الأمة من القرار الفني إذا أنا كوزارة الصحة وكطبيب مهني عارف شغلي مية بالمية أقدر أقول هذا المريض أقدر عالجه أنا واثق أن أقدر عالجه إيشلوني واحد يعني ما عنده فقه بالأمور الطبية يقول لا سفروه براي نزين فإذا مغربات تصير دكتور على الوزير يعني منصب الوكيل يختلف عن منصب الوزير معاك بس إذا إحنا قدرنا أن نقنع يعني إحنا خل نقعد مع أخواننا في مجلس الأمة يا جماعة الخير إحنا خل نفكر بالكويت بعد 20 سنة أخوكي يفكر بعد 4 سنين أن إذا ما مشى علاج بالخارج لا تفكر بعد 20 سنة لا تفكر بنفسك فكر بالكويت فكر بالكويت لأن إحنا إذا قدرنا نحط مصطرة وحدة ونقول ما في علاج بالخارج أو في علاج بالخارج بس رجاء بدون تدخلات يعني لمييني واحد أو خلنا على سبيل المثال عندك لجنة ويتصل فيه وزير تكفون شوفوا لكم يعني سهل وموضوع دزة حق هذا شمعنات الكلام هذا أنت حطمت لجنة لجنة بالكامل يعني إذا أنا عضو بلجنة يتصل فيني نائب أو يتصل فيني وزير يقولي تكفى مش لهذا أنا أشيل نفسي وأطلع من لجنة هذه لأن إما أنا أشتغل بصورة فنية وأرضي نفسي وأرضي المرضى اللي قاعد أعالجهم وقاعد أتخذ القرار ولذلك أنا الحمد لله ما قاعد في أي لجنة فنية لها علاقة بالعلاج بالخارج دكتور يقولون أولا أنه في قصص أنه مثلا في نائب أو أنه أحد مسؤول داز علاج بالخارج مشكلة بالأظافر والله مثلا أنا أعطيك مثال يعني فيه أمثلة كثيرة تجد ناس أيونك طبعا إحنا كأطبة مريض لما يكون دكتور تكفى أعطي تغرير خلاص عرفنا السالفة تغرير ليش لأنني أريد حق أحد عشان يشير له أنه يتعالج بالخارج هذا مريض قلت له ما فيك شيء الحمد لله عالجناه إحنا خار ممتاز يعني أنا قلت له أنت الآن تقدر تسور رياضة تقدر تسافر تقدر سوي لي تبي إيه دكتور أعطني تغرير قلت شب أكتب لك التغرير بأكتب لك أنك زين قال لي أكتب لني زين كتبت التغرير قال لي برني بالتغرير شون أبرني بالتغرير يعني أنه أكثر من زين يعني يعني لا أكتب لي يبيلي سفرة يعني مثل ما تقول طبعا إحنا كأطبة ما عندنا الحشي هذا التقرير الطبي فني لأن هذا بالنهاية اسمك وأمانتك طبعا فكتبت تقرير أن هذا كان تعاني من المرض الفلاني وتم علاجه طبعا بالإنجليزي وأنه زين وحالته زينة وهذه أدويته وممتازة وأنا أجد أنه ممكن يمارس حياته بشكل طبيعي رسالة تقرير بقعت لها يالي بعد فترة قال لي دكتور لو سمحت ممكن توقع إلى رقعة الطيارة لأنه فيه رقعة الطيارة معناه أن التقرير هذا كان كافي ب إفادة العلاج بالخارج يعني حين التقرير اللي كتبته مفروض أنه يعني يرفض من العلاج بالخارج أبعا لكن هو هو اللجان الفنية طبعا ما في شك ترفض ولكن تصير بعض الضغوطات كذا فأنا أقول يعني إخواننا في النواب أن ياليت تحطون إيدكم بيد الوزير وإيدكم بيد الأطبة أطبة بالنهاية هذه لعيالكم أنه إذا قرروا أنتوا سندوهم سندوم عشان الكويت إذا قعدنا وابتعدنا كل البعد عن الضغط على الأمور الفنية اللي يفهمون في الأطبة الأمور ستمشي عدل لازم نشيل موضوع هذا وإحنا كأطبة أيضا كوزارة الصحة وكأطبة نحتاج أيضا أن نخلق المصطرة أو نحدد المصطرة هذه اللي نقيس فيها الحالات يعني أقول لك أنا بتجربتي أنا من ويساف الخارج من ناحية القلب أنا جد ما في داعي أحد يساف الخارج لأننا بستطاعتنا نعالج كل حالات القلب كل حالات القلب إلا حالات نادرة جدا أن نقدر نحددها ولكن حالات مو جذية إحنا مو جذية لحين أنت عندك مرضى يعني في كثير من الحالات أنت تجد أنا كطبيب أشتغل بالكويت الكويتين حارين جعل إذا صارت مشكلة مع مرضاهم أو معريضهم شي يصير ممكن يصير لك ربكة بالمستشفى مع الطبيب أنا لما أكون طبيب ضعيف نفس مثلا زين وعندي باب العلاج بالخارج مفتوح وعندي مرضى يعني عائلة كبيرة ومريضهم تعبان ومريضهم حالته صعبة شا قول يمعوا وتسافروا بره أحسن خلني أفتك زين أنت عطيت للأطبة تشانس أن يلجأ إلى الحل حيلة الغير صحيح أنت مفروض تقول لا حق للأطبة تقول لا أنت مسؤول عن علاج المرضى هذي لماذا؟ لأن في حالات المريض لا يستطيع يسافر يعني أنا أذكر في كثير من الزمل في بعض الحالات ألجأ للزمل هذه الحالتك لازم تعالج قول أنا أشوف أنا ما رح أعالج الحالة هذه تابون تعالجونها دزوا بره كنت شون يندز بره هذا المريض ما يندز بره لأن هذا المريض بمجرد ما أنه يركب الطيارة سيموت لازم نعالج بالكويت فأنت لازم تعالج بعض المرضى بالكويت يعني بعض الحالات الصعبة والمعقدة ما تقدر تسفرهم بره بالحديث دكتور عن هالأمر تصريح الدكتور علي العبيدي عن إدارة مستشفى جابر قال أن المستشفى ضخم ولا نستطيع إدارته تعتقد أن وزارة الصحة غير قادرة على إدارة مستشفى جابر كلام غير صحيح طبعا أنا أرد على الكلام هذا رد يعني بكل يعني شفافية بأن كلام هذا غير صحيح أنت أنت كوزارة الصحة قاعد تدير آلية أكبر من مستشفى جابر يعني إدارة وزارة الصحة مع مستشفى جابر وايد لود عليهم لا مصحيح أنا أقول ليش مصحيح لأن أنت لما قدت هي فكرة إحنا عندنا بالكويت فكرة ليش ما ننب من بره مزين ليش ما ننب من بره مايو كلينك كليفلند كلينك للعلم ما في مركز طبي عنده أطبة محطوطين على الرف ما في مركز طبي مطب على الرف يعني أنت لما تذهب أفترض أنت نعمل كليفلند كلينك في الكويت تتوقع أن كليفلند كلينك يجبون ديكاتراتهم يبون إلى الكويت طبعا لا موجود في شو اسمه الحين في فرع منها في أبوظبي بس أبوظبي موين يا أبو طباهم كلا في المنطقة في أطبة كويتيين اليوم يشتغلون في مستشفى كليفلند كلينك في أبوظبي يعني عندنا يعني ما بأ يعني أتكلم عن هالشي بتقليل من القدر لكن عندنا فعلا كفاءات كويتية قادرة أن تدير يعني تدير مستشفيات نفس كليفلند طبعا أنت عندك يعني أنت مو عندك أنت عندك أساسا اليوم أنا قلت لك الآلية الضخمة الموجودة موجودة تحتاج إلى تويك يعني تحتاج إلى بس تضبيط تضبيط نزين إنما فيها في مستشفيات ضخمة بالكويت اليوم يعني مرضى قاعد يتعالجون فيه نزين صحيح ممكن يكون مو بالستاندرد بس أنت هذا تساعده تقدر تقدر تتيب الستاندرد الآن في قضية المستشفيات الخارجية العالمية اللي حتشتغل بالكويت هذه يعني على قولتهم يعني بمعنى أنت تعتقد بأنه بفلوسك تقدر تتيب ناس من كليفلند وما يكلون يشتغلون عندك لإدارة مستشفى جابر هذا حيكون ميزانيته يعني صاروخية غير معقولة لأنه ما في مستشفى وش رح يسوي رح يبلغ إداري رح يأجر إداري يحط لإعلان يبلغ إداري ويقول له تعال ويممع لك ديكاترا وحيممع لديكاترا بالمنطقة ما رح يقدر يبلغ لأنه يشتغل بكليفلند كلينك أو في ميو كلينك ما رح يطلق ميو كلينك ويكل كويت ليش بيكل كويت عشان يأخذ معاش أكثر ويقدر أخذ معاش أكثر يعني المعاش الدكتور في كليفلند كلينك أقل من الدكتور في كميونيتي هوسبتل في المستشفى العادي الموجود في الكميونيتي يعني فإذا بغي يطلع بيزات أكثر يروحي ما يحتاجي لكويت عبر الشارع يروح المستشفى الثاني يدب المعاشة مباشرة فأنت عشان تتيب ناس لكويت ما رح يكونك هذيلة أنت بالنهاية حيكون إعلام بالمجالات الطبية حتيب لك ناس وهذا شيء أنت تقدر تسويه دكتور يعني خلي شوي الجانب السلبي في الوزارة ونتكلم عن موضوع عمليات فتح القلب والقسطرة هذه وما هو الجديد الآن شوف أنا ما أحب أن أتكلم عن الجديد أتكلم عن الشيء الموجود الشيء الموجود الشيء الموجود إحنا إذا نصير زينين بالطب كثير من الناس يتكلمون باليوتيوب والواتساب جديد واختراعات جديدة إحنا كأطباء وأنا كواحد مهتم في الناحية الأكاديمية وفي الناحية البحثية وفي الناحية تدريبية للأطباء سواء كان في مؤتمرات عالمية أو مؤتمرات تقليمية نحب نتكلم عن 95% من البراكتس والطباء كيف نرتقي فيه أنا من الجديد طبعا كثير من الجديد يعني اليوم نحن عندنا تطور فيه من ناحية علاج القسطرة لأمراض شرايين القلب اليوم فيه أبحاث علمية حديثة نشرت قبل يعني أقل من شهر تؤكد أن علاج الشرايين عن طريق القسطرة وبدون تدخل جراحي يساوي إجراء العملية الجراحية وبالأخص فيما يتعلق في الشرايين المعقدة وبالأخص فيما يتعلق في الجذع الرئيسي في هناك طبعا علاج لصممات القلب هذه إحدى العمليات دكتور طبعا هذه إحدى العمليات نحن قمنا فيها قبل فترة معي زميلي دكتور خالد المري لما عملنا بث مباشر للوات المتحدة هذه قبل تقريبا أكثر من ست سنوات ولكن هناك الكثير من العمليات أيضا نجريها وفي تميز في إجراء العمليات الحمد للعندنا بحيث يتم دعوتنا من كثير من المؤتمرات العالمية للبث المباشر وحصل أيضا أن تم البث المباشر للدول العديدة في أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا أو اليابان وكان قبل أقل من شهر من الصدري الزمل بثوا وبث مباشر إلى دبي المؤتمر الإقليمي لقاسترة القلب دكتور في عندنا أزمة أنه بعد عمليات القلب هناك خلل في موضوع العلاج الطبيعي الناس تسألون عنها ما في شك هذه نقطة ضعف عندنا حقيقة بالكويت اللي هو نقطة ما يسمى بالكارديك ريهابليتيشن أو إعادة تأهيل مريض القلب نحن ندري أنه بعد إجراء عملية القلب المفتوح أو علاج الذبح الصدرية أو الأزمة القلبية المريض يحتاج إلى إعادة تأهيل لأنه يكون تعرض لأزمة كبيرة فتحتاج إلى إعادة تأهيل إعادة تأهيل اليوم بالكويت يمكن الكثير من الكويتين ما يدرون عندنا في الصدر في مركز هشام الصقر للأبحاث و لإعادة تأهيل الأمراض القلب و لعيادات القلب الخارجية هذا المركز يحتاج إلى دعم دعم مثل ما قلنا قبل شوية دعم تحتاج إلى دعم يعني من الناس المؤهلين لإعادة تأهيل يعني تحتاج لك ناس متخصصين الآن إحنا مثل ما قلت لك قبل شوية استقدام جهاز مليون دينار سهولة نستطيع نسوي لكن أنك تستقدم واحد تعطي معاش خمسة ألاف دينار من صعوبة شتى أنك تتيب واحد يقوم على إدارة إعادة تأهيل مرض القلب المكان موجود الجهاز موجودة الأجهزة موجودة الآن تحتاج إلى تفعيل دور إعادة تأهيل مرض القلب ما في كوادر كويتية في حاليا في حاليا ولكن جهود مبدئية أنت تحتاج إلى جهود يعني دائم يعني شنه فكرة عادته هي لمرض القلب أن المريض القلب بعد تعرضه للعملية أو تعرضه للجلطة القلبية تتيب المستشفى والدربة يعني حتى لما يروح البيت تتيبه ثلاث مرات في الأسبوع وتنشطه وتحركه وتحت إشراف الطاقم الطبي الفني وبعدين تتركه بروحه في الأندية بحيث يرجع إلى طبيعته التوى يعني الاسم اللي ذكرته لمركز هشام الصقر هشام الصقر لو يعني فرضنا أن المتبرعين بهذه المراكز وهذه المباني لم يتبرعوا لوزارة الصحة حال وزارة الصحة لا وزارة الصحة اليوم في مشاريع ضخمة جبارة يعني عندك المستشفيات اللي تبنى للمستقبل المستشفى الجابر هذا جزء يعني مستشفى ضخم جدا نيهم ما مفتح لكن أقولك مستشفى الصباح يعني عندك الصقر الإفثان المدني المحري هالمراكز هذه كلها لو لم تبنى في وزارة الصحة شنو وضع وزارة الصحة وشنو وضع المواطنين في القطاع الصحي أنا شخصيا أعتقد بأن الوزارة قادرة على بناء هذه طبعا مشكورين للمتبرعين المزاهم الله خير يعني وفي كثير متبرعين حقيقة يعني سواء بالصدري أيضا في مركز العصيمي أيضا يقوم ببناء مركز لوصلة المستشفى وأيضا مركز هشام الصقر وكثير من المراكز لكن أنا أقول أنه صحيح هم قاموا بدور كبير طبعا المتبرع يبني المبنى المبنى قد يكلف أربع ملايين خمس ملايين ست ملايين نزين ثمان ملايين ولكن الكلفة الحقيقية هو هو تشغيل المبنى تشغيل التجهيز وتشغيل نزين فأنا أعتقد أن الوزارة اليوم أثبتت أنها طبعا المشاريع الموجودة في حيز التنفيذ مثل مستشفى الضخمة اللي نشوفهم الأميري الصباح مستشفى جابر الجهرة مستشفى الضخمة جبارة جدا وهذه المستشفيات تحتاج إلى طواقم فنية طبية مع دكتور فكرة أن المستوصفات في المناطق تصير مستشفيات للحالات العادية شوف أخوي محمد الناس الأوائل اللي قاموا بتصميم النظام الصحي بالكويت كانوا أذكياء جدا ونظام فريد جدا من نوعه يعني قاموا شووا مناطق صحية خلوا في كل منطقة مستشفى تيرشري كيري سمونا مستشفى يعني كبير مركزي وخلوا في المناطق وزعوا المراكز الصحية المستوصفات طب العائلة طب العائلة يعني كان تفكير جبار حقيقة يعني نادر أن تشوف منه بالعالم يعني كثير من الناس اليوم يتكلمون يعني كثير من النواب وغير متكلمون عن إنشاء مدينة طبية أنا أقول إحنا اليوم بالكويت عندنا مدينة طبية يكفيك زيارة منطقة الصباحة الصحية هي مدينة طبية أنا قبل فترة كان فيه زوار أيضا من دبي من بلدية دبي إلى الكويت لما شافوا المركز الصباح الصحي اللي هو كل المستشفى يعني فيهم 20-30 مستشفى هذا أكبر بكثير من مدينة دبي الطبية ترى بس إحنا دعايتنا أكثر قليلة وهم دعايتهم وهم دعايتهم واي المنطقة الصباح أكبر من مدينة دبي الصحية طبعا بدون مقارنة مو من ناحية العدد المبنى من ناحية تفرع التخصصات الموجودة الشيء مهول يعني أنت لما تيبلك أي زائر من الخارج وتودي منطقة هذا شيء مفخر أصلا طبعا هذا ناس قاموا فيه يعني توزيع المراكز الطبية والمستصفات النظام جميل بس يحتاج إلى تفعيل يحتاج إلى إدارة يعني جيدة وقيادة فاهمة تفكر في مستقبل الكويت ما تفكر في بكرة طيب بالحديث عن القيادة يعني هذا سؤال الأخير يعني بعد إنجازك العالمي هذا والشيء اللي نفتغر فيه كلنا هل عرضت عليك الوزارة أو عرض عليك منصب قيادي والله شوفوا أنا شخصيا أجد نفسي يعني في أجد نفسي فني يعني أجد نفسي في علاج المرضى أجد نفسي تميزي في أنا شيء درست يعني 17 سنة دراسة ومن خلص دراسة 17 سنة أو 18 سنة عمل لين قدرت أفهم الشغل العدل إن زين لأن بعد كل سنة أنت تجد نفسك أقدر على علاج المرضى فأجد أن يعني ذهابي إلى منصب إداري يعني انتحار فني بالنسبة لي أنا انتحار فني انتحار فني صريح قوي هذا أنا أعتقد شدي حاليا في الوقت الحالي أنا لازلت أعتقد بأن يعني أحتاج أن أعمل لإعطاء الجانب الفني من عملي وهذا الشيء اللي أنا أحبه يعني أنا أكثر شيء أستنس فيه لما أشتغل مع المرضى أعالجهم أعالج حالات الصعبة حالات المعقدة وتسهيل الحالات المعقدة في حالات كثيرة يعني يعني تحضرنا حالات سافرتي للخارج ولم يتم علاجهم لأن المسألة صعبة وحالتهم صعبة والكويت بسهولة الحمد لله تم علاجهم طبعا هذا ما يلا لأن إحنا غير عن العالم وإحنا أحسن العالم إحنا كنا يعني مضغوطين في كورنر من بعض زملائنا الجراحين أن نشتغل في حالات صعبة وخطرة إلى درجة تعلمنا على الشيء الخطر والصعب فصرنا يعني زينين في الجانب هذا نعم الدكتور إبراهيم رجدان أستاذ القلب في جامعة الكويت واستشاري القلب وقصطرة القلب المتداخل شكرا لك على قدومك إلى الرأي ونتمنى لك إنجازات كبيرة ونتمنى نشوفك إن شاء الله مرة ثانية وانت تحمل إنجاز أكبر وأكبر مشكور ومشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة لقاء الرأي آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة دمتم بخير اشتركوا في القناة